منظومة الفساد في العراق لا تقتصر على جهة أو مؤسسة معينة بل ثم تأزمات تجتاح جميع المفاصل والقطاعات وعلى رأسها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية نواب في البرلمان العراقي الحالي أكدوا أن ما يجري من فساد في الموانئ العراقية يمثل سرقة قرن مضاعفة وأن حجم الخروقات المالية والإدارية في موانئ العراق كبيرة وتوازي سرقة القرن وتعبرها بمراحل مبينين أن الاقتصاد الوطني يستنزف بسبب الفاسدين فيما أشار إلى وجود ضغوط كبيرة تفرض على اللجنة التحقيقية بعدم كشف خفايا ما يحصل في الموانئ من سرقات بينما تحدثت رئيسة لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة عن حجم الفساد الكبير وأن هذه الظاهرة تعد المشكلة الرئيسة في عموم العراق وأشار نواب أن هناك خشية من خراب العملية السياسية إذا ما تم كشف أسماء المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن قطاع الزراعة هو الآخر يتهدده التصحر بنحو 55% من المساحة الكلية للأراضي بحسب وزارة الزراعة الحالية فضلا عن تجريف أكثر من ثلاثة ملايين نخلة في محافظة البصرة فقط بسبب الفساد فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن وضع الأمن الغذائي في العراق غير مستقر فضلا عن التداعيات السلبية التي تعانيها الأسواق العراقية بسبب تذبذ بأسعار الصرف وعدم استقرارها ما تسبب بارتفاع متشارع لأسعار السلع والخدمات فيما تؤكد العديد من التقارير الدولية أن ضطراب الأسعار الذي تعانيه السوق العراقية يعود إلى القرارات غير المدروسة من قبل الحكومة التي تسببت في تضخم السوق الموازية ووقوف أحزاب وميليشيات متنفذة خلفها وتحقيق أرباح طائلة من بيع الدولار للسوق الموازية وجود إرادات سياسية فاسدة تعرقل فتح ملفات الفساد ضد كبار المسؤولين المتورطين وتواطئ المجتمع الدولي بالسكوت عما يجري في العراق يجعله يغرق في بحر من الأزمات التي لا تنتهي والفساد في العراق أصبح له سوقه ومكاتبه ورواده ويبدأ المزاد والصفقات من رأس الهرم ببيع المناصب والوزارات ثم إلى المكاتب الاقتصادية للأحزاب والميليشيات ترجمة نانسي قنقر